أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم انتهاء الوزارة بشكل مبكر من إعداد التقويم الأكاديمي للعام الدراسي المقبل 2023-2024 وأكد سعادة وزير التربية والتعليم أن نشر التقويم الأكاديمي مع بدء الإجازة الصيفية سيساعد الطلبة وأولياء الأمور على التخطيط الجيد والاستعداد الملائم لأبرز محطات العام الدراسي لافتني لأن التقويم الأكاديمي يشمل أهم محطات العام الدراسي المقبل والعطلات الرسمية والطلابية ومواعيد الاختبارات وغير ذلك وكشف وزير التربية والتعليم عن أن الوزارة قد انتهت من إعداد الدراسات اللازمة لتطبيق إعادة جدولة الدوام المدرسي لطلبة المرحلة الثانوية والذي سيتم تطبيقه اعتبارا من العام الدراسي المقبل حيث سينتهي الدوام المدرسي لطلبة المرحلة الثانوية عند الساعة الواحدة وخمس واربعين دقيقة ظهرا وبذلك ستحقق الوزارة مجموعة من الأهداف بعد أن تم إعادة جدولة الدوام المدرسي للمرحلتين الابتدائية والإعدادية وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة ستقوم بنشر مواعيد انتظار الحافلات المدرسية صباحا ومواعيد مغادرة المدارس ظهرا ترجمة نانسي قنقر